اشتركوا في القناة 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 لن تلسل يا حلوين اوكي هي مش صونغ طلقت صح سمته زي ما احنا سمعنا secret box صندوق الاسرار وحط فيه اشياء كتيرة وسمته treasures يعني كنزها فبتحكي لكم عندكم هيك اشياء انا مثلي بصندوق او فيه اشياء خلينا نبلش يا ابطال بدرسنا اليوم هو وصوتنا اليوم هو or حكيت لكم ببداية الفيديو صح؟ كتير حلو درسنا اوكي خليكم ركزين ومن تبهين خلينا نسمع المسجل let's listen to the cd غير يلا يا ابطال اوكي خليكم or or احنا شايفين بالصورة طبعا هو it's time of morning وقت الصباح طلعوا على هاد المعلم او المدرب كيف هيك نادة طلب البويز فحكالهم it's time for sports وقت الرياضة صح؟ وهيهم مفرحانين ومبسوتين صح؟ طيب the first word is having the sound or morning repeat after me or morning good morning good morning اذا هاي اول كلمة نشوف السطر الثاني it's time for sports for sports for كلمة جديدة علينا هو حرف جر تعرفوا باللغة العربية لي لي انه وقت للرياضة وقت للرياضة صح؟ وانا كمان كتب تلككم مثال ثاني خلينا نمارس حرف الجر هذا for لي لي اللي هو هاي الجملة i bought a present for you انا اشتريت هدية لئلك صح؟ for لي لئلك صح؟ i bought a present for you اوكي لئلك سو عرفنا صرنا نعرف استخدام هادا حرف الجر لي صح؟ صح؟ i bought a present for you ممتازين هيك بدي اياكم sports كلنا بنعرف انه sports هي الرياضة صح؟ حتى مرت معنا بالوحدة الاولى بداية الصف الثالث sports حصة الرياضة صح؟ وممكن كمان يامس تكون الكلمة بدون اس يعني sport رياضة بشكل عام وممكن sports اللي هي بتصير معناها حصة الرياضة او الرياضات صح؟ طيب اذا هاي الكلمة الثالثة اللي having the sound or please please put on your shorts put on يعني wear wear يعني البس البس shorts shorts look at these shorts نسل ننتبه ننتبه كمان مرة نخليها بالنا نظل نكبر واحنا عارفين هاي المعلومة shorts دائما اس الجمع شايفينها plural اس وتعامل ايضا معاملة الجمع لا احنا باللغة العربية قداما شورت واحد صح؟ مش بنحكي له بالعربي شورت كمان صح؟ لكن ان انجليش يا مس خليها بالنا ومركزين عليها انه لما تحكي عنه ما تحكي this is shorts خطأ it's wrong ان انجليش الصح انك تحكي these are shorts these are shorts اوكي خلص يعامل هيك معاملة الجمع بيعتبروا مثلا الاجانب انهم هذا جزء وهذا جزء من اللبسة هم حرين بس هيك بيعاملو معاملة الجمع فبتحكي these are shorts صح؟ طيب shorts اوكي having the sound or اوكي it's our morning for sports كمان مرة مورنينج وقتنا او صباحنا للرياضة صح؟ اوكي طيب اذا هدول الكلمات اللي مروا معنا بالـ وكمان انا بدي اذكركم بالـ صح؟ remember هي انا بدي اقرب لكم الصورة شوي كمان what is this? thorn الشوك اللي كانت in the lion's paw remember thorn thorn كمان فيها صوت or صح؟ or thorn اوكي طيب انا عملتلكم هيك ملخص للكلمات اللي فيهم صوت صوت درسنا اليوم or اوكي اوكي بيضل علينا كلمة جديدة هلا رح نتعرف عليها بالـ workbook لكن انا حاب بعرفكم عليها بالبداية ونبلش من اول كلمة اخدناها بدرسنا or or morning morning or shorts shorts or sport ممكن تكون اللي هي الرياضة او sports اذا بدك تكتب بالـ انا بكون عنا حزة الرياضة اوكي or sport or sports or thorn شوكا شفناها in the lion's paw صح thorn thorn اوكي واخدنا for لما حكينا it's time it's our time for sports لرياضة صح ولما حكيت i bought a present for you انا اشتريت هدية لك صح طيب هلا الكلمة اللي ضلت علينا رح نتعرف عليها هي بالـ workbook لكن مش غلط اني هلا احكي لكم عنها هي نفسها الكلمة الموجود صوتنا or or لكن هي كمان حرف خلنا نعتبره حرف عطف باللغة العربية بتعتبروه أو 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 يعني بدك هاي أو هاي يعني انه بخير بخيرك صح بعطيك اكثر من خيار صح يعني خليني انا جهزت لك ياكل جو كمان جملة خليني نشوف كيف يعني or هاي كيف بتكون نشوف الجملة الاولى would you like to drink milk or juice or أو انت بتحب تشرب حليب أو عصير أو عصير فيه اكثر من خيار وانت بدك تختار or اذا or ممكن تكون هي كمان حرف عطف صح هي كنت باللغة العربية تعلمتوا زي و و ف صح أو كمان هي حرف عطف أو للتخيير بعطيك خيارات انت تختار صح would you like to drink milk or juice كمان مثال ثاني لما بابا هيكا بدو يفاجئنا ويغير جونا أوكي ويحكينا would you like to go to the garden or to the restaurant يعني شو بتحبوا بتروحوا على الحديقة ولا على المطعم صح وبنتوا بتختاروا or أو or عندنا خيارات وإحنا بنختار or أوكي إذا هم هذول six words having the sound or أوكي هلا أنا بحب أحكي لكم خلينا نروح على الworkbook ونشوف الجمال ونمارسهم أكتر وأكتر يلا بسم الله الرحمن الرحيم أوكي so we have أوكي your workbook on page 106 106 أوكي as you see or morning or exercise number one write or write the words read the words طبعا هاد رح أخلي عليكم لاحظوا هاي آخر اشي عملنا هون or هاي حكيت لكم عنها هلأ أوكي طيب طبعا هاي زي اللعبة as a game يعني خلينا نمارس مش غلط إنكم تعملوها هيكا circle وتكتبوا الكلمات زي ما أنتو شايفين أوكي لاحظوا ال six words اللي حكيت لكم عنهم أوكي طيب خلينا إحنا ننهي الفيديو بهذا التمرين معناها ونتأكد إحنا فاهمين درسنا ولا كيف إن شاء الله أكيد فاهمينه exercise number three complete the sentences use words from exercise one اللي هي الكلمات اللي فوق رح نختار منها number one the lion had a thorn شوكي in its paw thorn number two ben is wearing blue shorts دايما اللبس shorts shorts اذكر دايما جمع هي number three i've got a present for you أنا عندي هدية لإلك for لي حرف الجر لي for you number four which sport what do you like best هاي رياضة بتحب أنت أكتر شي يلا حكولي يا مس football ممكن في حدا باسكتبال volleyball tennis أوكي اللي بدكم إياه which sport اللي هي الرياضة أي رياضة number five آخر الجملة نتبهوا عليها هاي فيها or we can go to the mall احنا نقدر نروح على المال or or we can go to the beach نقدر نروح على الشاطئ صاح إذن على التخيارات أو صاح صرنا نعرف شطورين كتير يا حبايبي الله يرضى عليكم هيك بكون كملنا حستنا لليوم about phonics كتير استمتعت معكم وأنتوا أكيد استمتعتوا معي أوكي ما ننسى هدول الكلمات اللي هموا having the sound or أوكي الله يسعدكم بعد نهاية الفيديو توعدوني تفتحوا صفحة الworkbook وتحلوها on page a hundred and six ما تراكم أشياء حالكم الله يرضى عليكم good bye I love you